من ضمن الاسئلة ايه هي اعراض فشل لعملية ازالة الغضاريف واستعدال الحجز الانفي اول حاجة استمرار نزول الدماء لفترات طويلة بدون توقف دي واحد من لقدر الله الفشل انه الطبيعي انه بيبقى فيه طبعا دم كتير جدا جدا بينزل من الملاخين بعد العملية الطبيعي الاموانطات دي دموية جدا ولكن لو انت قعدت اسبوع ولسه البطرن او التسلسل بتاع النزول كبير جدا طب عدنا اسبوعين طب عدنا شهر ايه ده ده لسه مستمر طب انا عملت ايه دي تكون بالنسبة لك مهمة جدا ثانيا التقام الجرح نفسه ودي من ضمن العلامات اللازم تاخدها فيه الاعتبار انا النهاردة كان فيه دم جديد وبعد شوية الدنيا حاسيت انها قفلت خلاص كده الحمد لله دنيا لأ انا عندي شهر ولسه مفتوحة اتقول ليه طب انا مش ادري احكمي يبقى لازم عنده دكتور هو اللي قايم ده ويفضل الدكتور غير اللي انت عملت عنده العملية علشان يكون رأيه دقيق فكرة انك تحكم على فشل العملية مباشرة بعد العملية بقى ايه ده لسه انا حاس الدنيا مسدودة لا دي فكرة مش منطقية لان فيه حاجات بتنزل من تحت فبتسد فلازم هنا مخاط وخلافه واثار العملية فده مش انديكيتور الانديكيتور اني بعد مدة تحس ايه ده انا لكني ما تغيرتش اي حاجة ولكن لازم تفرق يا طرق انا ما تغيرتش اي حاجة بسبب ان انا اصلا مريض حساسية فلازم احس بالخن او الدخة ولا لان الغضاريف نفسها تتخمط بشكل كبير جدا ولكن ايه مكان دي بعض العلامات لازم تاخدها في الاعتبار عشان تديلك مؤشر يا طرق العملية فشلت ولا لا ونصحتي لا تصب الهلع على الموضوع ان شاء الله وبإذن الله كويسة اهم سيروح لدكتور اخر عشان يقيم الحالة عشان تعرف باكتر من دكتور يا طرق ايه السبب لهذه الاستمرارية